اعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درسنا الاول من دروس الاعداد المركبة للصف السادس طبعا قبل ما ابدأ وياكم لازم اكون مفاهيم مهمة جدا تفهموهم هذه المفاهيم رح اخليها الان صح قد يكون الى البعض سهلة لكن جدا جدا مهمة وقد تكون بعيدة عن الطالب بعض الاحيان اثناء الحل فقبل كل شيء رح نبدأ شو نتعامل مع الرياضيات بالعمليات الجبرية العادية بعد ذلك شوف دروسنا شو رح تكون اليوم درسنا رح ينزل على شكل مقاطع اول شيء هي مفاهيم اساسية بالرياضيات احتاجها هاي لغتي اللي اتكلم وياها دائما ويا طلابي لغتي الخاصة بالرياضيات ويا طلابي انت رأسها رح تتهمني بعدين لما اريد اتعامل وياك وتكون اسهل بالنسبة اليك ولي شون نتعامل وراها ورا هذه الدروس رح نزل الدرس الاول من الاعداد المركبة بعد هذا الدرس الاول احتاجيك اسئلة مباشرة عليه وعليك انه كواجب وتحلها ونتفق شون اش وقت تطونيها الواجبات وش وقت نتعامل شون وياكم خلي نشوف المفاهيم اساسية اولا اول ما نتكلم عن مفاهيم اساسية بالرياضيات خلي نشوفها لاحظ الان هذا درسنا هو مفاهيم اساسية هذا جدا احتم بهذا الموضوع ليش لانه هذا بيه اشياء جدا جدا قد يكون البعض ناسيها قد يكون البعض ما مسيطر عليها فنجي الان نشوف هذه من هذه المفاهيم هي رح نشوف عمليات الجمع والطرح عمل يشوف عمليات الجمع والطرح قد تكون هذه العمليات عمليات الجمع والطرح هذه العمليات يعني هي سهلة ما بيها مشكلة فمثلا اذا ناخد امثلة رح ناخد قبل انتوا افوها هذه بس البعض دائما ينساها او تصير عندها مشاكل بيها فمن هذه احنا اخد امثلة عادية مثلا عندي خمسة هاي ناقص اثنين الكل يعرفها ثلاثة لكن سالب خمسة زائد اثنين خلني اذكر هذي بامور مهمة ليقول الطالب اي استاذ انا اعرفها نعم صحيح تعرفها بس لازم دائما الطالب مشكلته اخر السنة بالامتحان يطلع من الامتحان يقول انا مجاوب ممتاز جدا انا كلش ممتاز بالاسئلة بس عندها خطأ وين صار؟ بالارقام لانه مداخله هو صح فاهمه بس مداخله بشكل اساسي داخل عقله اذا سالب اثنين اذا اختلفت الاشارات فدائما لما نجمع شوف هنا انا عملية طرح لان اختلف الاشارات نطرح خمسة صير ناقص اثنين ثلاثة ونضع علامة الكبير السالب بعد مثلا سالب خمسة ناقص اثنين لاحظ اشارات متشابهة اشارات متشابهة نجمعهم خمسة واثنين رح يكون سبعة ونضع علامتهم اذا في حالة الاشارات المتشابهة نكتبها كملاحظة هذه في حالة الاشارات المتشابهة شنو يعني متشابهة يعني مجب مع مجب وسالب مع سالب نقوم بالجمع ونضع افوا ونضع اشارتهم نقوم بالجمع ونضع نضع اشارتهم 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 ونقوم بالطرح ونقوم بالطرح شوف هناك بالجمع هنا شنو بالطرح ونضع اشارة اكبرهم اكبرهم رقما يعني لاحظ ادنى ادنى مثلا خمس ادنى سالب سبعة سالب سبعة زائد ثلاثة لاحظوا طلاب الاشارات مختلفة اذا نطرح سبعة ناقص ثلاثة اربعة وش قيد ادنى هنان الاشارة اشارة اكبرهم رقما الرقم بس دون الاشارة الرقم سبعة اكبر له ثلاثة اكبر اكيد السبعة هي الاكبر فنضع اشارة السالب بهذا الشكل هذه كبدايات بسيطة نتعامل وياها مثلا خمسة ناقص تسعة شوف هنا شي يكون ادنى خمسة اشارات مختلفة هذا موجب اذا ما كاتب شي موجب فنخترحهم تسعة ناقص خمسة اربعة ونأخذ اشارتهم اللي هي السالب هذا اول نوع النوع الثاني النوع الثاني ادنى عملية الضرب في حالة عملية الضرب بالاشارات شو نتعامل وياها عند عملية الضرب خلنشوف شو نتعامل في عملية الضرب لاخذ وياها في حالة عملية الضرب عند الاشارات اولا عند الاشارات المتشابهة يعني موجب في موجب يساوي موجب دائما الناتج موجب سالب في السالب يساوي موجب في حالة اشارات المتشابهة اذا دائما الناتج دائما الناتج موجب بعد في حالة ثانية عند الاشارات المختلفة دائما الناتج سالب يعني موجب في سالب يساوي سالب وسالب في موجب يساوي سالب اذا هذه ننتبه لها دائما يعني كمثال بسيط امثلة بسيطة هذا احنا بعدنا ما دخلنا بالرياضيات الحقيقية بعدنا احنا بس حتى تريد بالك لا تنساها اريدها بس تدخل داخل مخك حتى بالامتحان بدون شعور لا تختار بدون شعور ما تختار مثلا خمسة في سالب اربعة شوف اشارات مختلفة اشارات مختلفة اذا في حالة الاشارات المختلفة خمسة في سالب اربعة لاحظ الاشارة سالب وخمسة في اربعة عشرين سهولة جدا خمسة سالب خمسة في سالب اربعة شي ساوي اشارات متشابه الناتج موجب خمسة في اربعة عشرين وهكذا بعد عدنا سالب خمسة في اربعة اشارات مختلفة ايضا سالب عشرين وخمسة في اربعة اشارات متشابهة دائما الناتج موجب الان اعزائي الطلبة الان شوف احنا الان نتكلم عن شيء مهم جدا رح نتكلم الان عن التحليل التحليل هذي دائما مشاكل بعد الطالب كأن يكون تحليل اول خلي بالك ورح تشوف اثناء الشغل احنا اثناء الشغل بالدراسة ادنا اول تحليل تشوف رح اكتب لك اياها اول تحليل اول تحليل دائما تخلي عينك عليه تخلي شوف عينك عليه اللي هو العامل المشترك دائما اول تحليل تخلي عينك عليه هو العامل المشترك خلي نشوف شلون يعني العامل المشترك خلي نشوف شون العامل المشترك تخلي عينك عليه لاحظ مثال مثال مثلا ادنا خمسة اكس تربية ناقص اربعة اكس واضح طلاب واضح اكو اكس هنا واكو اكس هنا يعني هذا لازم ننتبه لها اكس هنا واكس هنا موجود اثنين اذا راح نطلع اصغر 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 اص لاحظ اصغر اص نطلع عامل المشترك يعني اكس اص واحد يعني طلعنا الاكس اللي هو اصغر اص شو يبقى ادنا يبقى ادنا خمسة نزلناها كما هي واكس تربيع قسمة شوف عملية اخراج عامل المشترك تربية مثال اثنين هذا واحد مثال اثنين انت شون لازم مثلا نفس السعان عيدة خمسة اكس تربيع ناقص اربعة اكس زائد ثلاثة اكو عامل مشترك شوفه اكو عامل مشترك اذا لا يوجد عامل ليش لا يوجد المشترك لازم شن هو الاكس مثلا اذا اكس لازم يكون هنا عندي اكس فعلا هنا موجود الاكس وهنا تكون عندي اكس فعلا هنا موجود اكس زائد اكو هنا موجود اكس لا ما اكو اكس اذا لا يوجد عامل مشترك وقد ما يكون الاكس هو العامل المشترك يعني مثلا خمسة اكس تربيع ناقص عشرين اكو هنا اكس هنا اكس موجودة هنا اكس موجودة لا ما موجودة لكن الخمسة ولا هذي العشرين العدد بيناتهم مشترك اللي هو العدد خمسة نفسه اخراج عامل مشترك ترى هي قسمين هذي الخمسة الاولى هاي خمسة اكستر بيه مع الخمسة تروح يبقى اكستر بيه وناقص عشرين على خمسة بيها اربعة اذا نقدرنا نحلل هذا يسمى تحليل اخراج عامل مشترك ما عدنا مشاكل بيه زيان ممكن سؤال نسأل الام شوفوا شون هنا الرياضيات شلون بيها اشياء قد تفوتكم مثلا عندي اكس ناقصا واي استاذ ممكن نستخرج الاكس عامل مشترك اي نعم احنا كبرنا الان ممكن من اي مكان نخرج عامل مشترك بس هذا يعني نادر احتياج الى نادر الاحتياج الى يعني ممكن نخلي الاكس عامل مشترك نعم خلينا الاكس عامل مشترك هذا الاكس عامل مشترك ممكن زيان استاذ شلون رح تصير خلي نشوف اكس قسمة اكس تروح واحد شوفي عامل قسمة ناقصا واي هذا واي على هذا الاكس يساوي واي على اكس نعم ممكن نعم ممكن ان نستخرج عامل مشترك اكس ناقص واي يساوي ناقص اكس شوفها اكس طلعنا الاكس عامل مشترك اكس على هذه الاكس ساوينا واحد الناقص نزلنا واي على هذا الاكس نعم يساوي واي على اكس لو جربت بربها رح يرجع كما هو السؤال اذا هذه كعملية نادرة احنا ما نشتغل بها هذا النوع الاول من التحليل خل نجي على النوع الثاني نشوف شلون يكون قدنا التحليل ركز ويايا لاحظ بعد خلناخذ هذا كان اولا اخراج العامل المشترك نجي الى ثانيا ثانيا نتكلم عن ما يسمى فرق بين مربعين شوف بدينا شوي بدت ادنى الامور الان مهمة بدت الامور ان هم نشتغل بيها فرق بين مربعين فرق بين مربعين طلاب من اسمه فرق كلمة فرق يعني سالب كلمة فرق بين شيئين بين اي شيئين مربعين مثلا اكس تربيع ناقص واي تربيع هذا الفرق شوف السالب هذا السالب هذا الفرق بين شيئين مربعين ويساوي شنو يعني شيئين مربعين يعني شيئين ممكن جذرهم شي صر عندي فرق بين مربعين لاحظ اكس ناقصا واي باكس زائد واي هذا اكس ناقص شوف جذر الاول ناقص جذر الثاني في جذر الاول زائد جذر الثاني مثلا بعد مثلا عندي خمسة وعشرين ناقصا اكس تربيع شوف الخمسة وعشرين جذره معروف فنقدر نقدر نسوي فرق بين مربعين لاحظ جذر الاول اللي هو خمسة ناقص جذر الثاني اللي هو اكس وجذر الاول هنا خمسة زائد جذر الثاني اي اكس ايضا اذا هذا هو فرق بين مربعين اذا نتعلم فرق بين مربعين اش قلنا عليه فرق بين مربعين يعني الخاصية ما لك الناتج شي ساوي نشوف الناتج شي ساوي احنا هاي شكل نساوي نقول عليه جذر الاول ناقص أو زائد جذر الثاني بعدين جذر الأول جذر الأول نعم زائد جذر الثاني الله خلا نطبقها هذه الملاحظة القاعدة أريد أن أقول لك أريد أن أطبقها على هذا مثلا من المثال خلي القاعدة خليها لون مميز لها هذه هي قاعدة فرق بين مربعين قاعدة فرق بين مربعين إذن من الآن مربعين ماري الطالب يقول لأستاذ يعني أي شيء يشوف يقول لي فرق بين مربعين لا الفرق بين مربعين الفرق يعني ناقص بين شيئين لازم تفهمني لما أحكي بعدين بالمستقبل لما أشتغل لأن هذا مهم تدرس إلكتروني لازم تفهم كلمة فرق بين مربعين الفرق هو السالم بين شيئين مربعين يعني هذا الآن مثلا خلني أجي الآن هذا السؤال أدنا هذا المثال مثلا Y تربيع ناقصا 49 تسعة وأربعين خلينا شوف شي ساوي واضح أنها فرق بين مربعين الجذر التربيعي الأول Y ناقص الجذر التربيعي للثاني سبعة زيانا وهناش يسكن عندي Y زائد سبعة أبدا هذي نقدر نشتغلها بعض طلاب يعني أكو مثال أريد أشوفك الآن شون راح تشتغله أريد أشوفك مثال شون راح تشتغله خلي نشوف أربع زيانا إذا قال لي X ناقص خمسة هاي شلون أستاذ هذه ما إلها شلون أعداد مو مربعين نعم بس تكبرت صف سادس كل شي عندك ممكن نسوي فرق بين مربعين لاحظ قوسين نسويها بهذا الشكل هذا فرق بين مربعين نجيب هذا جذر الأول نلتزم بالقاعدة شوف القاعدة شو تقول شوف القاعدة رجاء شوف القاعدة شو تقول أريد أكتب تنبيه جذر الأول وجذر ناقص جذر الثاني وجذر الأول زائد جذر الثاني إذا لما يقول جذر الأول جذر هذا الأكس استاذ شي يكون جذر الأكس أكيد راح أقول لك أكيد راح أقول لك هو جذر أكس شوف يصير ناقصا جذر الثاني شقيت جذر الخمسة جذر الخمسة ما أعرف هاش قلت جذر الخمسة جذر الخمسة ممكن هنا جذر أكس زائد جذر خمسة أريدك هي شي يعني لما توقف عند سؤال معين راح نشوفه بوقت هذه هذه نادرة جدا الحدود وقد ما تحدث بس لكن نفتح مخنى بهذه الأمور إذن هذا كان فرق بين مربعين فرق بين مربعين نجي إلى ثالثا ثالثا طلاب ثالثا اللي هو أكو ما يسمى المربع الكامل المربع أوه هذا كل شغلنا بي المربع الكامل نسميه مربع حدانية دائما الطالب يخطأ بينه وبين فرق بينه مكعبين يعني شغل من اسمه مربع كامل على القوس شوفه هذا القوس تخلي عليه مربع كامل مربع كامل شوفه كامل كامل على القوس مو تقول لي فرق بين مربعين مثلا عندي اكس ناقصا واي أو زائد واي حسب السؤال زائد أو ناقص حتى نفتح شوف القاعدة ما لك خل نكتبها خل نكتبها ونشوف القاعدة شون نشتغل عليها لاحظ مربع الأول حتى ما نحتاج قوس لأنه راح نحن ما عدنا بس هو إذن مربع الأول خلي نشوفه هذا مربع الأول اكس ترديق إشارة الوسط إذا موجبة تبقى كما هي موجبة وإذا سالبة تبقى كما هي سالبة اثنين الأول في الثاني اثنين في الأول في الثاني هاي دائما أحتاج زائد دائما مربع الثاني واي تردي يعني هذه رجاء أريد هذه أكتب لك إياها الآن أكتب لك إياها القاعدة حتى تعرفها القاعدة رح أكتب لك إياها بلون مميز تشوفها لاحظ شوف نجي مربع الأول نفس الإشارة إشارة الوسط إذا موجب موجب وإذا سالب سالب إشارة الوسط بعدين اثنين في الأول في الثاني زائد دائما شوفها دائما موجب دائما موجب زائد مربع الثاني بعد ما نخطأ بيها إذن مربع الأول إشارة الوسط اثنين الأول في الثاني زائد مربع الثاني ونشوف شون نتعامل وياها خلي نشوف ناخد خلي شوي نوقف الآن حتى ليس صار عندك التحميل دائما يكون سريع عندك نوقف الهنا ونطيك بعد شوي أيضا نتوقف الهنا ترجمة نانسي